السلام عليكم و مرحبا بكم في قناة ديدو ساموري هاد نهار ان شاء الله نتكلم على واحد اخطاء ديال التربية ديال الانانب انا في الحقيقة حاولت انني للخصها لكم في واحد عشرة ديال الاخطاء يعني كل المربي اللي كيجيروا واحد اخطاء و يعني هي شائعة بين الناس ولكن انا حاولت انني نقول لكم هاد الاخطاء هادو باش نطيحوا و شفيها تنتهم يعني بالنسبة للا المبتدئين للا الناس اللي محترفين قدرو يتاوموا ياخدوا واحد النقاط منه من هالفيديو انهم هاديك النقاط شائعة بين الناس في تربية الانانب اول خطاء وهو عدم اعطاء تحصين او التطعين شحان الموعد كيقول لك لان راني عايشين عندي الاناني بغي يهكاك راني مكان بهم لد ولا ولد كنوا متأكدين ان هاد الشائعة رها خاطئة مياف مياف ان كاينين امراض موسمية اللي لا بد ما كتجي الالانب و خصنا نطعمو الالانب لنا و نحصنوها نديرو التحصين او هاد تحصين راه كالانسان كالانسان كلنا راح نضار بين الجلبة اي واحد راه ضار بالجلبة و هادك الجلبة راه ها عبارة عن تحصين من واحد الامراض اللي كتكون ليس سركة تجيه من واحد الوقت الوقت او الثاني حاجة وهي اعطاء الجرعات اكثر في الدواء شحان موعد كيمشيش الفيتامين مثلاً و يقول اه باش يكونوا مزيانين نعطيهم مثلاً جوجم عالق في فليترو معليش باش يزيدوا مازال يكبلوه مازال مازال هادي تحيا خاطئة كين اللي كي بغي يضرب لي برى و كي يحاول يزيد كتر في الجرعة هادك الجرعات يلزلت فيهم ركاة الدواء الدواء تاوه راه ماشي يلزلت الكمية انها تبرى ضغيرها لا الكمية اللي معطات هي اللي خصك اديرها ثالث حاجة وهي النظافة شحان موحد كيهمل النظافة هاي ما كان هذا عدر عليها في الفيديو ديالي دي ما يلا بغيتو الانانب ديالكم يكونوا مزيانين و هي تكونوا منقين مزيان الكاج مرة مرة الماء يتبدل مرة مرة ذاك الزنكات تحتانية تغسل لما لا واحد نهار تشمشو تكشي كامل تديرون في واحد الخنشة الانب ديالكم وتغسلوا الانانب كامل يعني من واحد تلت شهور ولا ماشي مشكل مزيان حتى هي رابعة حاجة وهي اعطاء الماء للانانب كين الناس اللي كيقول لك حقا وذي فكرة شائع عامة بين البدو كيقول لك لا ما كان عطيه وش حنا يجعل الألاني بدينا نلمه وهي في حقيقة رغمشي ماشي ماشي الألاني مكيشربوش المورة هم عايشين ميمكنش من بحث في هذا الموضوع لقيت أن هاد الناس اللي كيكونوا ديرين هاد الفكرة هادي يكونوا ما ديرينش ليكار اول حاجة يكونوا ديرينهم غي في الأرض يعني كي يحفروا مساكن هادوك الألاني بكيحفروا وكيمشوا يقلبوا على شي مصدر ماء وكيشربوا منه أو كينا وحد أخرى أن الألاني ب يعني اللي عايشين في الكاش ما كيسموه كي أعطيهم كي أعطيهم السيكالي حويج الناشفة يعني ما فيهمش الماء وهما كي أعطيهم واحد النبات أخضر كي يصنبتهم أنه واحد شوية ديال الماء ودك الماء كيكون كين في النبات كي يعيشهم صافي رمز شربوا الماء ولكن هادي رفا فكرة خاطئة أما فيها بس أعطي الألاني بوح طويسة ديال الماء وتقدر تبدلها مره 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 أنا كل شيء أي إن وجعلنا من الماء كل شيء نحي أي حاجة كائن را كيشرب الماء كيفش الطريقة كل واحد عاطيها سيد ربك كيفش كي لنبسه يا كل شيء كي تشرب الماء ولكنت تعيش بدون بدون ماء كان واحد القادية أخرى ديال وهي في حقها غريبة هذه يالله يالله جاتني فكرة شائعة في هذه البلاد بعدها اللي احنا فيها وهي قل لك يعطيه الأرانيب الحبوب منع الحمل يعني هذه ربهم فدفة ليامات وقع الناس كلهم يمشيوا ويشريوا هذه الحبوب دي المنع الحمل دي المرأة اللي كتستعمل الأدوية وهما باش كي يربحوا كتر كيمشيوا وياخدوها من الصفيطة وكيبقوا يعطيوها كيدلو ديك الحبيبة كيدلوها في معلمة كيدلوها لها معلمة ويا خاطئة مئة بالمئة بحبوب الحمل يعني ما كتموت بشي صيلة للأرانيب أنا هدي أنا حاولت نديرها في الفيديو خصيصا لدى النقطة لأننا راها فكرة شاعة فدليامات وراها خاطئة مئة بالمئة كي نعو تاني في حقها جوج نقاط في القادية دي للشمس الشمس الكاج مرة مرة يتشمش في الأرانيب ولكن مشي توجيه أشيعة الشمس مباشرة لجسم الأرانيب لا هده فكرة خاطئة كينا وحدة أخرى أو تاني توجيه الطيارات الهوائية مباشرة بحن نديرو شي فرفيرة ونديروها مباشرة كتضرب الأرانيب نقولو بالليار غا تبردهم إياما الشي غا تبردهم غا تكساعة غا تمرضوا بالزوكام وقد يمرضوا بشي أمراض اللي انتو ما فغين عنها يعني ديما الفرفيرات تكون معلية الفوق أو الكوروندير يعني تكون كتضرب في واحد جيهة يعني تتمص من جيهة الشرجم ولا وتضرب في واحد ما تضرب في الوسط دي الأرانيب تضرب في واحد القنط ويدور البرد ويخرج من جيهة أخرى هذا أو الفرفيرات اللي كيكونوا كيدورو وتهمهم زيانين الفرفيرات اللي كيكونوا فيهم ديك واحدة الرياشة قد ترش عليهم البرد وهذا هذوك أفضل قعب إذن الطيارات الهوائية ميكونوش مباشرة مع جسم الأرانيب كين في فصل الصيف النقطة أخرى وهي في فصل الصيف كين اللي كيقول آه هم كإمساك نراهم كين هاتوا بزاف هذين نشد المبارد ونعطيه لهم مباشرة هذوك يتوادعوا معهم لأن المعداد لهم ما تستحملش وشحال مواحد من شاله الأرانيب بهذا القادية هذه لأنه كيعطيه المياه باردة للأرانيب خاص يكون الماء في الحقيقة هني ضبت في هذا الموضوع في واحد الفيديو السابق خاص يكون ملائم للغرفة يعني إما المزرعة أو الغرفة اللي انت اما فيها أو خاص يكون ملائم ما يكونش الماء بارد بزاف أو سخون بزاف لا يكون مؤتادل أراقبوه مرة مرة يكون يعني عادي ما عادي اللي كان شربوا منه نتاهم ما يشربوا منه غيم يكونش مغلاسي وتعطيهنه هذي نقطة كين وحد القادية كين ناس اللي ديري الأرانيب هما مبغينش يصرفوا عليهم احترية بسمه كيديرو كيمشو يجمعوا الخضراء التالفة الضائعة يعني من الأزبال وكيعطيهن هذي هذي نقطة القيتها في واحد في واحد الحيادينا هنا مشكيلة كيمشو يجمعوا الزبل حشاكم يعني كي يجمعوا من البوبيل وكي يعطيهو لهم بالزعمة يقتاصدهم وهي ذاكرا مشي اقتصادها ذاكرا راتعفون ويقدر الأرنب يموت وهذاك الشي اللي كي يعطيهو لهم راكي يكون كابر بوحط طريقة مشي هذيك مهمة لا حوله قوة إلا بالله كين فكرة أخرى وثاني كين فكرة أخرى وهي الأخيرة وهي اللي مهمة في الأرنب كاملين في تربية الأرنب وهي ما نكشفوش الأرنب دينا على شي واحد غريب ولو يكون هذك الغريب مزيان يعني وخي يكون صالح ولا يعني ما كيشوش في من بحط شوفها خيبة ولكن حاولوا أنكم الأرنب ديالكم ما توريهمش للناس وخي يكون الجار وخي يكون الأهل دار ديالكم راهم عايشين معهم هما راهم حساسة هذ الأرنب كي يحسوا بزاف يلمشوا شافوا غيه واحد الواحد غريب كي بقى كمش في واحد الجيهة تلغد ليه كي بقى ويموت واحد مور واحد علاش لأنه الأرنب ديالك الواحد شخص غريب هما ما عمروا بما شافوه كي يخافوا هذ الأرنب بحال من دايرة في الحقيقة أنا إلا بغيت ندير واحد تشبيه يعني باش الموضوع هذا نلسقوا المشاهد في الذاكلة ديالهم يقدرش يحيير منه هذ الموضوع ديال الأرنب تقبيل الأرنب ديال بحال واحد شمعة شاعلة هذ الشمعة إلا مشيتي توجهتها للريح كطفة إلا مشيتي بقيت ديما ديرها واحد الكوفير من هنا ومن هنا وخا غير يديك لم يديك عليها أنها مغاليش تطفى المشروع الحمد لله قاعد اللي دارو نجح فيه وخا المصاعب ديال في الأول الإنسامك يكونش عارف وخا إلا صبرت في هذا المشروع كون متأكد أن على الأقل غالي يكون عندك اكتفاء ذاتي لمنزل ديالك من الحم ما غالتقوش شريو للحم هذي متأكد منه ولا صبرته وطورته المشروع وليس كنت تضيف بلس المال وكتزيد وطوره 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 بله لذلك المشروع من يتم العربة قد تطور ان يطور وطوره واحد التطور وطوره وطوره ومن هناك كانت القاعدة وليس كنت تقابل وخا ما غالت قدامه وطوره لكي يقابل معك كونه متأكدين من هذه القادية إذن مشاريع زوينة على هذه الشكلة هذا المشروع حسن من المواشي وحشن من الدواجين لأننا كل شهر تقدر تلقاء خلفها جديدة ولو ما تكونش من نفس الأم ولكن إذا عندك واحد نقوله واحد تمانية الأمهات ولستة الأمهات كل شهر عندك خلفها جديدة أو وجوج خلفات أو كلاتة أو كين الناس اللي يكونوا متمكنين يعني راكي وليو عندهم أعني أربعات الخلفات خمسات الخلفات في الشهر وهي غي اسميتوا واحد القفص صغير وهو عرف كيفاش يخدم وكيفاش يبحث وعرف كيفاش ناضي يخدم يعني مثل النظافة لك شي متول ومقاد وسميتوا وأعطاهم الوقت را واحد النهار كونوا متأكدين إذا تبعتوا التوجيهات ديال الفيديويات الحمد لله ديوتيب را عاطينا واحد الكنز يعني أنتم تتواصلوا المعلومة بسيطاتش حالذي مكانش عندنا المعلومة كتوصل عندما كل شي دبا المعلومات واصلين يعني حاولوا أنكم ديروا المشاريع داروا على الشمعة ديالكم باش ما تتفاش موضوع ديالنا سهلة هاد الأخطاء أنا حاولت نوضحها لكم باش أي واحد عنده شي خطأ من هاد الأخطاء هذي وهي شائع نقول لكم أننا كنسوو الناس كان بحثوا هذي كنلقاء هاد الأخطاء را ناس كيديروه يعني إلا رقيتوا شي خطأ من الأخطاء حاولوا أنكم تداركوه را هاد شي يعني تجربت هاد الأخطاء ويعني بحثت فيها مزيان عاد حاولت أننا ندوونها الناس لي ما زال ما شاركوش معنا شاركوا معنا دعمونا بزير جيم واتكيو على الجرس كي يصلكم جديد ديالي إن شاء الله إلى اللقاء في الحلقة المقبلة وعشبكم بركة رمضان كريم إلى اللقاء